من جانب آخر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله في تغريدة على منصة اكسا أطلقنا قبل فترة مشروعا لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقلص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقلص مدتها في الحكومة الاتحادية واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع باقة العمل الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العملين في الدولة الذين يجددون إقامتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و 12 مليون زيارة ليوفر تكاليفة حكومية وخاصة كبيرة شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس